علاقات تاريخية راسخة ومصير مشترك يجمع مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية لتصبح هذه العلاقات اليوم علاقات استثنائية بطبيعتها بعيدا عن الدبلوماسية لتظل كما كانت بيتا واحدا بقيادتيهما وشعبيهما علاقات وروابط تاريخية وأخوية راسخة بناها الأجداد وتوارثها عنهم الآباء والأحفاد بكل معاني الفخر والاعتزاز والتقدير هذا ما جمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين إن العلاقات التي وصلت إليها المملكتين في العهد الزاهري لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لهي خير برهان على النهج الذي يسير عليه كلا البلدين الشقيقين كونه نبراسا هاديا ونجما مضيئا للمملكتين في سبيل تعزيز العلاقات ونقلها إلى مستويات غير مسبوقة لتتجاوز الدبلوماسية وتلتحم لتكون علاقة الأخ بأخيه وها هي البحرين اليوم تحتفل بقدوم ضيف عزيز على قلب كل بحريني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود سمو ولي العهد السعودي تقديرا لهذه الأخوة التي هي خير مثال للأخوة التي لا يمكن وصفها في سطور ذلك الاعتزاز بالقرابة بين القيادتين أسهم في دعم التقدم والازدهار ودعم الجهود التنموية على الأصعد كافة بين البلدين والذي يعد محل اهتمام يضيف في العلاقة الراسخة التي صانتها وحمتها الرعاية الكريمة من لدن القيادتين اشتركوا في القناة